موسيقى أنا أعتبر الأستاذ فتحي قولا يعني كقائد وكم مربي للأجيال القادمة وهذا يذكرنا جميعا ويذكرني شخصيا يعني الأعمال الإسلامية السابقة وكيف السابقين المسلمين نشروا الدين الإسلامي حول العالم فالآن بطريقة حديثة والتقنية وبأسلوب جدا رائع وحضاري جدا بيتنقل هذا الدين وهذا الإسلام ويكون مقبول من جميع الليش الأجناس التي هي حول العالم وخاصة في الدول الأوروبية أنا أرى أن حركة الخدمة تمثل الإسلام خير تمثيل ومما شاهدت وأنا في تركيا أو في إسطنبول وفي طربزول وأيضا في زيارة لبروكسل وبعض المدارس أنه فيها قبول جدا من غير المسلمين الذين لهم ليس لهم أي علاقة بالإسلام ولكنهم عندهم قبول جدا لهذه الحركة واللي يعني تقبل كل ما يقدمه هذه الخدمة أقول إن حركة الخدمة لها تميز خاص وهذا يعني أعتقد إنه يعني ينبعث من تعاليم والتي زرعها الأستاذ محمد كولين في الأشخاص الذين هم القائمين على جميع على المدارس هذه على المدارس والعاملين فيها والمدرسين وهم يعكسوا صورة جميلة جدا وحقيقية بالنسبة للإسلام الخدمة لها دور كبير جدا في التربية والتعليم وخاصة أن أساسها إنها هي يعني تربي على حسن التربية الإسلامية وأخلاق الإسلامية كلها بكل معانيها وبكل تفاصيلها وبكل درجاتها ولا تفرق ما بين الأجناس ولا بين الأديان المختلفة ومعاملتها بالنسبة للطلاب معاملة واحدة سواء كان مسلمين أو غير مسلمين وهذا شيء مميز جدا الإنشطة الإنسانية التي تقدمها الخدمة في أنحاء العالم وهي طبعا نتيجة للكوارث الطبيعية أو كوارث الغير هذا نابع من الأخلاق الإسلامية البحثة وأنها كمساعدة للإنسان وكما يقال يعني من أحيا نفسا فقط أحيا الناس جميعا حقيقة أنه دائما الإنسان الناجح أو المؤسسة الناجحة محاربة وهناك أشخاص يحاربون النجاح وكما يسمى ويقال هناك أناس أعداء النجاح لا لشيء ولكن لأن البقية لم يصلوا إلى هذا المستوى ويحاولوا أن يحاربوهم وأن لا يكونوا هناك أناس مميزين في رأيي أنا أنه الشخص أو المؤسسة التي ماشية في الطريق الصحيح لا يهمها من حولها ولا يعني أي شيء آخر فكما يقال أنه القافلة تسير ويسير من وراها من يسير ولكن التسير القافلة في طريقها الصحيح ويقال ما يقال وأخيرا ما يصح إلا غير الصحيح أقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق من يعمل في هذه الخدمة وبإخلاصهم وبجدهم وبعملهم وبإيمانهم بما يفعلون أن هذا الشيء هو الذي يخدمهم في دينهم ودنياهم اشتركوا في القناة